أما أظهرت تأخر أرقام البنك المركزية عن تراجع عدد أشكات المتداولة في السوق في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 10% عن ذات الفترة من العام الماضي الأرقام أظهرت أن حجم أشكات التي تم تداولها خلال أول شهرين من العام الحالي بلغ 5 مليارات و 700 مليون دينار مقابل 6 مليارات و 300 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي في حين أظهرت الأرقام تراجع عدد الشكات المعادة 2% لتبلغ نحو 200 مليون دينار في أول شهرين من العام الحالي مقابل نحو 205 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي أما أسباب عادة الشكات فهي عدم كفاية الرصيد إذا ارتفعت بنسبة 10% في أول شهرين من العام الحالي وبلغت 139 مليون دينار مقابل 126 مليون و 300 ألف دينار في ذات الفترة من العام الماضي أما المعادة لأسباب فنية أخرى فقد تراجعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 21% حيث بلغت في أول شهرين من العام الحالي 62 مليون و 400 ألف دينار مقابل 79 مليون و 200 ألف دينار في ذات الفترة من العام الماضي وبذلك تكون نسبة الشكات المعادة إلى إجمال ما تم تداوله في أول شهرين من العام الحالي 3.5% ونسبة المعادة لعدم كفاية الرصيد 2.4% وبلغت نسبة المعادة لأسباب فنية 1.1% فقط من إجمال ما تم تداوله في أول شهرين أقرت اللجنة المالية نيابية مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021 بعد إجرائها التعديلات المناسبة رئيس اللجنة النائب نمرس لحات قال إن اللجنة قررت حثف المادة التي تسمح لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على عدم صرف جزء من المخصصات الواردة في قانوني الموازنة في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك وتعتبر المخصصات غير التي لم يتم صرفها أو الالتزام بها من خلال السنة المالية ملغاة عند انتهاء السنة المالية مدير عام دائرة الموازنة قال إن مشروع القانون الذي يتضمن 31 مادة جاء لغاية تنظيم إدارة المال العام وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية ووضع الأسس الكفيلة بإعداد قانوني الموازنة والوحدات الحكومية وضمان شمولية التغطية القانونية لجميع مراحل إعدادهما شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وأبدأ النواب ملاحظات متعلقة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون مثل الهيئة العليا وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين والمحاسبة والتدقيق والمهنة والمحاسب القانوني رئيس ديوان المحاسبة دكتور عاصم حداد من جهته قال إن هذا القانون مؤقت وسارم منذ 18 عاما حيث أن هناك العديد من النصوص والتعريف بحاجة إلى إعادة صياغة لتتناسب مع تطور العمل الرقابي والمعايير الدولية التي تنظم أعمال ومدققي الحسابات حيث أن هناك بعض المساميات لم تعد قائمة كتلك المتعلقة بمحكمة العدل العليا والتي أصبحت الآن المحكمة الإدارية قال المرصد العمالي الأردني إن النساء دفعنا ثمنا أكبر من الرجال في سوق العمل بسبب جائحة كورونا حيث ارتفعت معدلات البطالة بينهن بمقدار 6.1 نقطة مقابل 4.1 نقطة بين الرجال المرصد قال في ورقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من أذار سنويا قال إن معدلات البطالة بين النساء أعلى من الذكور محذرا من انتشار ظاهرة تأنيث الفقر وانخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية البالغة 14.9% إضافة إلى أن غالبية النساء تفضل التخصصات التربوية والصحية لضعف التوجه الوظيفي بينما يبلغ متوسط الأجور للنساء 467 دينار بفارق 47 دينارا لصالح الذكور وأوصى المرصد تعديل المادة 69 من قانون العمل لإزالة حضر العمل في بعض القطاعات وفترات المساء كما أوصى بشمول قطاعات في نطاق حماية قانون العمل والضمان الاجتماعي مثل السكرتيرا والتجميل وزيادة تشغيل ذوي الإعاقة كما أوصى بتحسين شروط العمل في الأردن وإلغاء كافة أشكال التمييز في تشريعات وسياسات العمل إضافة إلى عادة النظر في بعض أوامر الدفاع التي تسمح بتخفيض أجور النساء وإلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية العالمية ونبدأ من الصين التي انطلقت منها شرارة فيروس كورونا حيث كشفت أرقام رسمية تسجيل الصادرات الصينية نموا بنسبة 61% في أول شهرين من العام الجاري وهو أكبر نمو منذ أكثر من عقدين مع ارتفاع كبير في الواردات بنسبة بلغت 22.2% في إشارة إلى بدء الانتعاش الاقتصادي بعد تباطئه بسبب تفشي كورونا حيث سهمت المنتجات الإلكترونية ونسجية مثل الكمامات في ارتفاع الصادرات مع زيادة الطلب على العمل من المنزل ومعدات الوقاية وفي الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول تعليق له على إقرار مجلس الشيوخ خطة التحفيز الاقتصادية وقيمتها 1.9 تريليون دولار إن الولايات المتحدة في حاجة ماسة إلى خطة للتعامل مع تداعيات الأزمة الوبائية وجاء إقرار مجلس الشيوخ الخطة بعد ساعات من النقاشات والمفاوضات الصعبة وعملية تصويت ماراثونية على سلسلة تعديلات أدخلت عليها ويتوقع أن يصادق مجلس النواب حيث الأغلبية للديمقراطيين على النص سريعا ليوقع عليه بايدن بحلول الرابع عشر من الشهر الحالي الموعد المقرر لتعليق منح إعانات البطالة حيث صرح رئيس الحزب الديمقراطي أن الخطة ستمنح الناس مساعدات تتجاوز كل ما قامت به الحكومة الفيدرالية على مدى عقود وفي إطار النزاع بين مصنع الطائرات الأوروبي إيرباس ومنافسه الأمريكي بوينغ أبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رغبتهما في إنعاش علاقتهما تجارية من خلال هدنة مؤقتة في حرب رسومة جمركية مدتها أربعة أشهر حيث يتبادل الطرفان منذ 2004 تهمت تقديم مساعدات حكومية بشكل غير قانوني لشركتهم المصنعتين للطائرات جاء هذا الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية حيث أرن البيت الأبيض في بيان مقتضب أن بايدن شدد على دعمه للاتحاد الأوروبي والتزامه بتنميم وإنعاش الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي